لنستقبال سموه لرئيس ووفد البرلمان العربي أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء أن التحركات السياسية والدبلوماسية المباركة التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها أثبتت أن السعودية محور أساس في صياغة مستقبل الأمتين العربية والإسلامية وقال سموه أن المملكة العربية السعودية الشقيقة نجحت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في ترسيخ مكانة الأمة العربية كعنصر مؤثر على الصعيد الإقليمي والدولي وكانت وستظل السند القوي لأشقائها ومواقفها معروفة ومضيئة في دعم القضايا العربية والإسلامية وعرب سموه عن ارتياحه الكبير لنتائج القمم التي استضافتها الرياض وما شكلته من صحوة عربية مطلوبة في هذا التوقيت الذي تواجه فيه الأمة العربية العديدة من التحديات وقال سموه أن النجاح الكبير الذي حققته هذه القمم يؤشر إلى دخول المنطقة إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد لتحقيق الأمن والاستقرار لدولها وشعوبها ويجب أن تستثمر نتائجها بشكل يعزز من قدرات الدول العربية والإسلامية ويحفظ المكتسبات التي تحققت لشعوبها وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الاستقبل في قصر الإقضابية صباح اليوم وفدا يضم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وعدد من أعضاء البرلمان العربي الذي يزور مملكة البحرين حاليا وذلك بحضور معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب وخلال اللقاء رحب سموه بزيارة وفد البرلمان العربي لمملكة البحرين وما لها من أهمية في زيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين في كل ما من شأنه تحقيق التضامن العربي وقال سموه إنما تواجه منطقتنا العربية من تهديدات تحتاج إلى أن نكون أكثر تصبيما على تعزيز التنسيق فيما بيننا وأن تكون التحركات على قدر التحديات التي تحاول أن تعيق استكمال ما بدأناه في مجال التنمية والتطور وشدد سموه على أهمية دور البرلمانات العربية في مساندة جهود الحكومات من أجل توفير المناخ الملائم لتطوير قدراتها الاقتصادية وتقوية جبهاتها الداخلية في مواجهة مختلف الأخطار وأشهد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء بدور البرلمان العربي في ترسيخ ودفع التعاون العربي المشترك وتوثيق الروابط بين الشعوب العربية وتعزيز دور المجالس التشريعية في منظومة العمل العربي وتنسيق مواقفها تجاه القضايا التي تهم الأمة العربية أمام المحافلة البرلمانية الدولية وحي سموه مواقف البرلمان العربي في رفضه إلى التدخلات الخارجية في شؤون مملكة البحرين الداخلية ودعمه ومساندته للمملكة في جهودها لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وقال سموه إن أي أرهاب يستهدف مملكة البحرين مصيره الفشل ومواقفنا القوية هي الرادع الكبير لكل من يريد التدخل في شؤوننا فنحن لا نعادي أحدا أو نتدخل في شؤون أحد ولا نريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا الداخلية وعرب سموه عن دعم مملكة البحرين للبرلمان العربي ومساندته في تحقيق أهدافه النبيلة بما يعزز العمل العربي المشترك ويحقه التكامل الانتصادي ويدعم جهود التنمية المستدامة وصولا إلى تحقيق الوحدة العربية وأشهد سموه بدور السلطة التشريعية في مملكة البحرين في دعم ومساندة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد منوها سموه إلى أن البحرين تفتخر بتجربتها البرلمانية التي تظاهي رغم حداثتها أعرق التجارب العريقة من جانبه أعرب رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه الدائم للبرلمان العربي ودوره في مسيرة العمل العربي المشترك منوهين بمواقف سموه السعية دائما إلى تعزيز التضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات وقالوا أن سموه مصدر حكمة وتجربة وخبرة في العمل السياسي ومواقف سموه ودعواته للتضامن العربي تؤكد رؤيته العميقة لما تمر به الأمة العربية من أوضاع وما تواجهه من تهديدات وأكدوا تضامن البرلمان العربي المطلق مع مملكة البحرين وعروبتها ووقوفه بقوة أمام أي تهديد ينال أمنها واستقرارها وسيادتها مشددين على أن البحرين بلد غني بالتنوع والثقافة ولديها تجربة متميزة في التنمية وبناء المشروعات العملاقة تتسم بالهدوء بفضل حكمة قيادتها وأشادوا بالتعاون القام بين مملكة البحرين والبرلمان العربي في ظل ما تقدمه المملكة من دعم للعمل العربي المشترك في مختلف المجالات وخلال اللقاء تسلم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء درع البرلمان العربي من الدكتور مشعل بن فهد السلمي بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي تقديرا لجهول سموه ودوره في دعم البرلمان العربي للقيام بأهدافه النبيلة في تعزيز العمل العربي المشترك